موسيقى موسيقى اسمي جالي وزينة من الدينة المحمدية تعرفت على واحد السيد في 2014 فش عرفته كان السيد مجووج وانا مفخو باريش قال لي بل سيد متقل الله وصله في الوقت وملتازي قال لي انا ما كان باش الحرام ما كان باش نفس الد انا ما دام بغيتيني وتفهمنا وبغينا بضياتنا ونجووجو ونكملو داكشي في الحلال ما اي درية في بلاصة ديالي كاش بغي دي المسقبل ديالا وتبني حياتها وتجووش تيقشو جال الدار داكشي لي كان انا الاب ديالي متوفي وصغني ما عندي حد جال الدار خرجات عنده ماما تكلم معا فاضل الموضوع وعفقات قال لي قالها سوف يكون يهاني من الدناحية نتكلم على الله انا بغي الدرية والدرية بغاني ذاكشي لي كان من بعد واحد المدد وجدنا الوراقات ديال الزواج مشا معا هو كن جمعه في الوراق مشيش معا شا هو جمع الوراق دياله ذاكشي لي كان درنا الخطبة حضروا في الناس من العائلة جابهو الناس اللي كيعرف صحابه وقال ليشي دراري من العائلة وشي صحابه قال لك انا ما كن نديرش الخطبة الناس مخلطين نديروا الرجال بوحدهم والعيالة بوحدهم ذاكشي لي كان درش فيها يومين حضروا الرجال بالسبت جاوا الطلبة وجاوا مع الدرعي ونحضرت العيالات جاوا الناس العائلتي والجيراني كلهم حضروا ذاكشي لي كان من بعد كنت تفاجأ بالسيد مني مشيجي بالوراقات شاهدة الخطبة كان كتشب بأنه خرجت فيها اسم ديال الزوجة دياله مني قل ليش ناوه هادشي قال لي يلا درغي شي غالط وانا ما مفاهمش مع المرأة ووقف انا وياها في المحاكم كنت نطلق قال لي هادشي ما كنش منه تشي حاجة انا شاهد الخطبة غدين ناخدها ناخدها بأي طريقة بقيت ساكتها ما قلت تشي حاجة صابرة من بعد مشي ناس كنا في الدنيل الدار عندهم في طانجة بقيت غاسفة واحد المدة قلت لي واضحة قلت لي شوف ديال الموضوع ما تبقى شك يتعلق بنا حاجة أنا راح حاملة قال لي مشي مشكلة هذا الدرع والديك اللي بنت لي فكر شكرا ولدي وانا ما معتعرف بي ما عندك منه شخاف انا قال لي ما عنديش الكبدال اللي سنسمح في بولدي ولا بنتي انا ما معتعرف بدك شي لكي رجعنا جيت للدار عندنا أخطبني وقال لي أن أمي مسافر عند أبابا بحكم أن أبابا كان يعمل في خارج المغرب بعد أن أمي تلاقى بي وقال لها رسيدة حاملة ودكشي قلت لي شوفي أنا دينجيك من الأخر قلت لي شوفي ماذا تديري وتفاهمي مع راسك ومع والديك ها هو قدامكم وقلت لي ، وقلت لي أن تأخذني وقلت لي أن أتخذ من أن أعداد ذلك وقلت لي أن أخذ لكم ها هو من غني يا مباشرة فقلت لي أن أتخذ لك المعبى صغيرة أخذت الأرجي أني لم أجد أن أذهب يظلم التصوص بالそうですね لأنني وقلت لي عندي شخافة قلت لي أن يكون ما أخذ من أجيب كانت تسنة وولدت ولم يدر معي شيء فش ولدت جسي الكنيئة انت اصلا تشي سبيطار ما قبلني بحكمة اني مرضت وتعصبت وعندي وراقية ديال الطبيب اللي ركبني فيه الاعصاب بسبب هاد المشكيل تعصب تشي سبيطار ما قبلني طلع ليه الطنسين وتشي سبيطار ما قبلني اخر عدم شيت الكنينيك اللي ولدت فيه بالزز جاه هو الكنينيك اخرج من ثم يقول لي هادك الدري راولدي وانا را معتار في بيه انا مجدش ممكنش يسمح في الكبدة دياله داس المدة جا عندي مرافعش الولادة ارتاحش ودكشي جا عندي قال لي يالله يمشون المقاطعة باش نحطوا الدري جا عندي وواحد صاحبو قد يجيبين الوراقات ديال سبيطار باش ولتوا الحالة المدنية ديالك ويالله باش مشون نسجلوا الدري دكشي لي كان تقش فيه ومشيش مع المقاطعة وقال لي يتسنعي قلاني على برد خلوه وصاحبو عن ضابط الحالة المدنية لها دكشي اللي في الضابط الحالة المدنية انه دبا مشدود بتهمت الزوار دخل هو مدسيت شعيت لي في الضابط الحالة المدنية باش انني ندخل نوقع ووقعت خرجت وهو دكشي صاحبو مشدود دبا بتهمت الزوار خرجت قال لي كان اكتشف بانا من بعد عطاني الخلوق ديال الدري بان الدري عنده اسم ديال اب مجهول وعطي الكنية ديالي بحلا انا الدري كنية بحلا انه خوية واسم اب مجهول ما عطيت اسم دياله قلت لي شنو هاتشي شنو هاتشي شنو ما فهمتش انا هاتشي قليل هاتشي رغي موقعتش باقي شنو نوع نادي انا دبا مخدامش انا دبا مقافة لدرية وكل شى سيكون هو هادك ونجوجو دري الاسم ديالي انه هادك الدري راه ولدي انا دكشي اللي كانت صابرة بعد مدر استو مدة قليلة لا ندر معي شي حاجه مشيت لدى الدار عندهم ما لقيت شي حد خرجت هاتشو هادرت معاها كنت اشفى من بعد سيما انا مشى دار بياى دعوة لأنني كنت أتجم عليه في دارهم وأنا كنت أغلصك في واحد تهمة اللي ماشي دياره وقال لي يا دارنا خط حمر ما تقربيش لدارنا وما عمرك ما تجي لدارنا ونهار دي لدارنا قلت لك هذا الشي اللي قاتلي أخته قال لي يا دارنا خط حمر صرفت لي إن دارم عندي المحامي بأنني إلا قررت لدارهم لشي حاجة غدي نمشي للحبس بتهمة البتيزاز وكان ما كان تتجم عليهم جيت وصلنا للإنذار مشيت ما ملقيت قاعد البيبان تصدفوجي في مكان مشيت تشيحد مكي تشيحد مكي سقبني تشيحد مكي هدر معايا تشيحد والو بشيت مؤخرا دار دعوة دي الإتباط الناس دارت المحامي تفعلية دعوة ديالي بأنني يعطيشوا الوراقات ديالي ودكشين من بعد المحامي تخلى عليها حتى وراقية مقاش بغي يعطيهم ليها نقرني وأجلوا لي الدعوة فأجلوا الدعوة ديال إتباط الناس بكنا تفاجأ باستدعى من الشرطة ديال الدائرة ديالنا مشيت ما عارفت علاش مشيت كيقول لي بأنها تسيد رداعي بأنك تهجمي عليه وبغى تحط عليه واحد تهمة وقد تسبيه وقد تبتزيه وقد تهديه بالفلوس وأنا ما عمّرني طلبت منه شي حاجة الدري عنده ربع سنين كمير ربع سنين دابه في شهر 12 عمّرني ما طلبت علي شي حاجة لا مصارف ديال السباة طعر لا الدري ما كيتفكروا لا في أعياد من نهار تزاد عمّروا ما تفكروا فتشي حاجة الدري كان مريض ليه فاش تزاد مريض كانت عنده المعدة مسدودة شهر هو نعز في السباة طعر لا تفكروا فتشي حاجة بعد فتشي حاجة أن تجد الإتباع المحامي معه يقول لي أنا ملي الفلوس ما كان أخافش أنا لأجري طوالك لأجري سبرديلا وزيارة للسيورة و أجري ما رايحة لم تصور من عندي بقيت صابرة بحكة مني كمير ربع المحامي نكرني المحامي تقلب عليها معرفة علاج بأنه محاد ومعرفة ما فهمت أن هاته علاج تجارة فيما محيتك كل شيء يسدي عليك الباب كانت تهمة الفاسد ويقوم بشكل غير يجاب وقدم لي تصاور ما معه كنت أعتبره رجلية في ساحة الوزة تصاور قدموا لي وحكموا لي بشهر ليل الحبس لقدر أدوزت عن وكيل مالك وافيجني وفي جهاز المداولة مبلغت السانف الثانف140 فقد لم تتحمل لم أقم كل شي سعيد قد أطلب brake أن أتعرف د meist أن أتعلم أنهم أمو بأكم Ps لم أقم كل شي سأيتعرفготов قد أولئك لم أقم كل شي سعيد كم أمو بأكم Ps ليس طلبني من الحال انا كنت طلب من المسؤولين وقفوا معايا ونيابة العمام انا ما بغتشي عاجة بغتشي لاتبادل هادلنا سابدي للدري الله ينصر سيدنا